السعيد الفول يتفرجوا علينا ويسمعونا في حلقة جديدة من جيبينج باك في حلقة النهاردة معنا الكريتف والمخرج ماجد عرفة ازايك ماجد ازايك ايه الاخبار انا زي الفول والله الحمدلله ماجد انت انت يعني انا شاهدتك وانا لسه بيبي في الفيل ده لسه ايه بيكبر فوعرف الكصة بتاعتك ان فيها تفاصيل كتير وحيات كتير ورحلة ما بين حيات كتير عملتها فممكن بقى تحكي لنا من الاول لغاية النهاردة الجورني مجازا ولا باستفادة انا ايه باستفادة عرف الناس عدد بايه بقى طيب طيب انا خلصت فنون طبقية اتباع ونشر تغليف وكنت اشتغلت كده في سنة تانية او تالتة في الصيف كده في مطبع فملاقش نفسي هناك الصراحة فمن هنا ابتديت احب اكتر حتة الديزاين فاخدت كورس بقى فوتوشاب إلستريتر كان ساعتها بقى في فيري هاند وحاجات الجميلة القديمة دي ومن هنا ابتديت احب جدا موضوع الديزاين كملت خلصت الجامعة ابتديت فرماساتيكة بس حسيت ان انا شغال في اعضاء بشرية يعني اه مخ قلب كده فقط جزار شوائفين فبس كانت اكترها بي تي شكلها حلو بتاع مش عارفين شكلها حلو طول الوقت حتى علانات الجرائد كان ساعتها لأ كانت شديدة قوي وانا لأ انا شغال على حاجة ساسكيل تاني خالص اكتر مش عارفين وكده فقررت ان انا سيد انا مش في المكان الصح طيب عملت بالضبط بالضبط هي ثلاثة ساعة موضوع الديزاين مني كوبر و سامسونج تليفون جديد خفيف وبتديت الف على شركات الدعية واللي اعلان في مصر لا افكار انت عملت مع نفسك اه اه يعني كررت تقعد وطلع افكار الواحد بالضبط قررت اعمل بريف لنفسي اه بشوف زاكرت الاول العربية دي ايه وبتاعم شافيه زاكرت اول شركة الاتصالات دي و التليفون ده وقررت ان انا اعمل ثري بيس كونتم كده شكلها لزيز وبتاعم بعيدا تعمل عن الاعضاء البشرية فمهم لفيت لفة حلوة ما تقابلتش بعد كده ما تقابلتش ليه دي بقى مش عارف يعني دي بقى رزق جدا وبتاعت ربنا جدا بصراحة طلعوان تواصل من نفسك فالمهم رحت الرياض اعملت بقى حركة رزيزة جدا جبت ورق وقلم كده والورق الصغير ده وبدأت اكتب العناوين في الرياض لكل الاتصالات الموجودة في الرياض كل الاسامي الحلوة المعروفة وخدت بقى الـ Graduation project على شوية حاجات لذيذة كنت اعملها في المصادق مع وطلعوا الـ ثلاثة المترجمات وبدأت على سدهاية حلوة شكلها شيك وفيها طبعا الـ CV وبدأت هالف على الـ Agents حد ما اعملت في WindR Multinationals وكان معاهم ساعتها موبايلي رينج روفر دانان ايوان وانا دخل على ايه وانا حلو صغير مختلفة بتقابل الإنجليزي بتقابل الهندي بتقابل السويدي بتقابل الإيطالي بتقابل اللبناني بتقابل السوري بتقابل الأردني بتقابل المصري وانت لسه صغير فبس انا تمام يلا بنا نشتغل وبعدين ما كانش فيه الـ Exposure زي قاهرة حفلات وسفريات وصحابك وبتعمل بيش حاجة فانا كنت بقعد بشتغل بعملش بقعد بشتغل فهم وبتعلم والذيذة ان انا كنت الجونير اللي فيهم فاي حاجة بعملها غلط مش مشكلة بقى يعني هتعلمها ودي ميزة ان اي حد الجونير نسبة الغلط عنده ممكن تبقى مقبولة اكتر من كل ما بتبقى سينير بصراحة فها تعلمت من مدارس مختلفة ورجعت هنا اشتغلت في BTL وكنت واحدة واحدة بحاول اخذ الحتة اللي ينفع يعني ما خدش الحاجة زي ما هي لا بحاول يبقى فيه فكرة ودي كانت اهم حاجة نتعلمتها بصراحة ما فيش حاجة في الدنيا ما فيش اي حاجة هتعملها غير لازم يكون وراها فكرة اكيد ربنا خلق الدنيا دي بسبب فكرة و ان هي كورة كده اكيد العالم بتاعنا ده اكيد في فكرة السماء بفكرة فاكيد هي الفكرة فاي حاجة هتعملها يفضل ان هي يبقى وراها فكرة كل ما كانت الفكرة مسكة نفسها كل ده ما هيسهل عليك في الاكسكيوشن ما هيش ممكن نخرج برا الموضوع ونرجع تاني حتة الاختلاف بس ما بين الكرييتب والاكسكيوشن ساعات الناس بتتلخبط فان هي بتحكي الحكاية قبل ما تقولك السبب ورا الحكاية السبب ده اللي هي الفكرة او اللي هو بقى تعالى نجي من ورا خالص الانسايت اللي هيوديك للفكرة وبعد كده هتشوفها ازاي وفي حاجة لزيزة جدا دايما بستشهد بها على الاكسكيوشن فرق الاكسكيوشن جي في فترة فيلم تيتو ماشي وفيلم بيليا ودماغو العليا للفندام محمد هنيدي فيلمين مختلفين تماما ولكن الاثنين كانوا طرحين نفس القضية قضية اطفال الشوارع بس شوف ده اتكلم ازاي وشوف ده اتكلم ازاي ولكن الاثنين بيتكلموا على نفس المشكلة اطفال الشوارع بس الطرحة هنا كان مختلفة فنرجع تاني كده سريعا لحتة الكونس فو ده اللي كنت بحاول انفزه دايما برغم ان هوا في الاخر قد يكون بروشور قد يكون فلاير قد يكون كالندر ديسكتوب كالندر ولكن في الاخر كنت حابب كل مرة ان تبقى بفكرة اه عيشت حبه حلوين هناك وتعلمت كثير جدا من مدارس برضو مختلفة لهم كل التقطير والمحترام و بعد كده اه 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 يلاح世 ا� اه والا اعم لكن ادخل واحدة واحدة في حتة و اعلانات التلفزيون من هنا بتكتب بتعرف تخلق من هنا رحت لمكان ثاني و مكان ثاني و مكان ثالث و هكذا و طبعا مع الانطلاقة دي بتبدأ انت تزود في الرصيد بتاعك او البورتفوليو بتاعك او الشوريل بتاعك بس كده حلو يعني فيها حاجات كتير و هايزقف على كم حاجة حاجة فيها من اللي انت قلتهم انت تكلمت على الفترة بتاعت الفارما و في فعلا الناس كتير ممكن اللي تبدأ الجرني بتاعتها في مجال الكرييتف بيكونوا كرييتف بس للفارماسوتوكال ايه اجنسيس بس وبلاقي ان في ناس كتير نفسها هتدخل الاعلانات من حتة الفارما ممكن تقول لي النصيحة ايه لان انا اكتر من حد قاعد معها و فعلا هو بيعمل اعلانات و عمال بيعمل حاجات الفارما كتير اوي اوي لكن حتة الاعلانات لما بيجي فكر ان هو يروح ايه شمسي او يعمل اي حاجة مش ما بيحسوش ان البرتفولي بتاع رالت نعم او او اه فاهم اصدق كويس اوي الحتة دي هتبقى محتاج هو يشتغل على نفسه فيها و محتاج من انت جربتين انا الشخصية كنت بقولك ايه لمدة 8 شهور تقريبا انا حس ان انا ماشي غلط او حس أن انا مش هي دي الحتة اللي مريحاني قوي انا عايز اروح للحتة دي عايز اروح للحتة دي روح لها اخلق انت لنفسك حاجة زي واشتغل عليه وعمل ده وعمل ده كتير وزوده في البرتفوليو بتاعك وخليه هو الغالب مش الفارماساتيكال لان الفارماساتيكال هو هيفضل حابب ان هو يجيب حد فاهم ده فهينجز معافة ده وده مش عايد ولكن انت عايز تروح للمنطقة التانية انت اللي روح لها شهتستنى حد اللي يقولك تعالى فاهم الا الا لو انت برضو في حاجة تانية مهمة تحاول انت تبقى مختلف في الفارماساتيك وتحاول ان انت تطلع حاجة الى حد ما مختلفة اللي بيها يشد انتباه الادبريتايزنج العادي او السكة التانية طيب وعايز اجي عند حتة اللي انت قلت ايه يعني تخرج موضوع وترجع لها تاني وتكلمت على فكرة الفرق ما بين الاكسكيوشن وبين الفكرة نفسها وقلت لو هنرجع للموضوع اصلا هنرجع لموضوع الانسايت فعايز اقف معاك ان احنا ناكد تاني يعني هي انسايت هكذا سألك سؤال تاني بعديل علاقة بالانسايت طيب اختلفوا العلماء في الحتة دي ولكن الانسايت ببساطة شديدة هو انت بتحاول تخلق بانت ما بين البريف اللي جاي لك او المشكلة اللي جاي لك وما بين حاجة انت شايفها في الشارع او الناس بتعيشها وعشتها ليه عشان في الاخر يبقى في حاجة ريليتبل بس الناس تربط ما بين اللي انا شايفه ده انت جايلي منين ها وبتقول لي ايه ده مهم جدا الانسايت هو الشعب المصري بيحب كوباية الشاي ده انت سايت حقيقي مثلا وبرده في حاجة برضو تانية مهمة لازم ناخد بالنا منها الفرق المبين الانسايت والفاكت يعني ماشي الفاكت دائما بيبقى لي علاقة شوية بارقام او حاجات صالد اكتر من كده ولكن مثلا الشاي ساعة المغربية مثلا تقدر تقول ده انسايت البقسمات والشاي بلا انسايت يعني ففي حاجات كتيرة جدا تقدر تقول عليها هي دي وتبدأ تبني عليها وتربطها بالفكرة اللي انت عايز تقولها وده في الاخر هيوديك لحاجة صلبة تقدر تبني عليها بعد كده تقدر تقول اللي انت عايزه بعد كده عايز تغنيه عايز تقوله في ديالوج منولوج ناريشن يعني دي حلول مختلفة لطرح فكرة جميل طيب يعني في نقطة بقى ان الانسايت يكون حاجة حقيقية او حاجة ملموسة ازاي وحد بيفكر في انسايت معينة يكون بيتأكد ان الانسايت اللي غافل ما وضع فعلا حاجة ملموسة ما تبقاش حاجة هو متخيل ان هي ملموسة بس هي مش لمسة ناس كتير قوي فاهم اصدق بص هو كل ما الانسايت متعارف عليه ودارج كده وده من الثقافة ثقافتنا اللي واحنا بنتكلم على الادفيرتوائزنج في مصر فهي الميزة من مصر غنية بالكولتشر فمفيش اسهل من ان انت تعرف تطلع انسايت الانسايت على فكرة ممكن احيانا بيجي من مثل شعبي مثلا وتبدأ تبني عليه وتبدأ تربط بالفكرة بتاعتك فالميزة برضو ان احنا في مصر لا كمية انسايت لا نهائية فدي قوة الماركت المصري بصراحة شديدة طيب هتشالنج الموضوع ده اكتر عشان يوضح لأكبر جزء من الناس تعالى ناخد امثالة معينة مثلا زي لما بتكلم الكاستمر سيرفس مثلا في التليفون ممكن بدلا ما يقولك استاذ ماجد معايا استاذ ماجد معايا اممم هل مثلا وقتها انسايت زي ده بيقول الناس بتتدايق لما كاستمر سيرفس بيغلطوا في اسمان في التليفون ده انسايت تقدر تقول ده اطمع يعني تقدر بقى تحكم منين ان فحلا الناس بتتدايق لما الناس بتغلطوا في اسمان في التليفون لان ده انت بتشوف وانت شخصيا بتشوفو بالان يعني لو انت مثلا قاعد مع صحابك هنا خلال شك اه استاذ ماجد اه اسمي ماجد صحيح تذهب الى البيت مع صحبك في الم Elliot نفس السقة فيه حاجة كامل هنا وتتكلم مع واحد صاحب يقول هذا حصل معي بردو مثل الفورما الشهيرة بتاعت في اخر اي أردر تحب حركة تجرب المشعارف البيتزا الشهائية والمشعارف ايه الشهائية لأ انا تمام انا ملتزم بالأردر ده و انا جميل بيه كده مش عايز حاجات تاريخ فهي دي بردو حاجات من الحاجات المتدولة المتدولة اللي تقدر تبني عليها فعلا الانسايت ماسك نفسه هل هنا الانسايت ان الناس ممكن تكون بتتدايق لما بتفضل الناس ممكن تكون بتحاول تبع لهم الحاجة لان حدا تاني ممكن تبع لك على فكرة في طبيعة من الناس لما تيجي تقول لهم حاجة كيف ترفون بلك ده والله طب حلو والله ايه ده كريم كراميل لا يوحسن كريم كراميل ومعالي يلا بينا فكرة حلو تمام فانا بس ايه بامشي معك في الحتة دي عشان تبقى بتوضح اكتر وتبقى وضح للناس ايه الانسايت يعني فهم هل انا قدر اخد جزء اخد مضيئة الناس من الكسطور انه هذا الانسايت طيب حلو اوه انت بردو على حسب انت عايز توجه الانسايت بتاعك هل انت عايز الانسايت بتاعك على فكرة هو فيه two point of views الرجل اللي قاعد ورا البتاع والشخص اللي قاعد في العربية ده شايفه من وجهة نظر ان مثلا order فده انا شايفك ايه انت مش شايف شغلك وانت شايفني ايه مستعجل قوي فعلى حسب ال point of views وعلى حسب انت عايز تودي الانسايت لفين طيب يعني ده كلام جميل ويعني عدت بس ايه نتاطش في الحتة دي اكتر عشان توضح لان الناس كتير ويهي لسه بتبدأ ممكن تتلعبط ما بين الانسايتس ما بين الحقيق ما بين حاجات معينة متبقاش عارف الفرق وما بين الحاجة اللي ممكن تكون متخيل ان هي انسايت بس ممكن لا تبقاش انسايت فعلى عشان كده هقول لك على حتة الفاكت مثلا فاكت دي في حتة الارقام احيانا مثلا اللي هو مثلا لو بنا نكلم على مؤسسة كبيرة زي بهاي فتمن سيدات او سيدة من كل ثمن سيدات بتصاب بمرض سرطان الثادي فده دي حاجة معلومة بالزبط كبه هل تقدر تبني عليها كرييتب يس تقدر تبني عليها كرييتب ممكن تفضل ماشي شايف تمانية في كل حتة هنا بقى ايه رحنا من حتة الارقام أو الارقام وهكذا فده فاكت ترجمته لحاجة الارقام الارقام فرق ما بين الانسايت الكلامي والانسايت البصري هم الاثنين انسايت بس يعني دي حاجة ودي حاجة ايه الفرق لا الانسايت الكلامي زي ما انت قلت مثلا ممكن يجي من مثل شعبي اه لكن الانسايت البصري ممكن يجي من موقف كامن انت بتشوف الشرع كتير زي مثلا اللي هو رايح الساحل بقضوا عشرة في العربية مثلا فوق بعض ده مثلا انسايت بصري فمسا بس كده حرك حالتها شكرا 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 طيب تعالنا اتكلم على المرحلة ان الكرياتيب خلص الانسايت بتاعه وده بيتحول الكنسبت مرحلة بقى ان انسايت تتحول الكنسبت بتتعمل ايه اه ماشي. ما هو انت دلوقتي بقيت ماسك انسايت فانت محتاج تشوف الانسايت ده هاوزه ريليفنت لبراند بتاعك والبراند هنا والبرودكت عنده كلام عايز يقوله ما هو ده يوديك بس الحتة الابجاكتب انت لما بيجي لك اي بريف ايه الابجاكتب انت عايز تطلع تقول ايه كبرودكت او كبراند اكيد عندك مشكلة ما واحنا جايين نحلها لك فانت طالع بابجاكتب فالابجاكتب ده لو اتحقق من الانسايت وشوفناه في شكل فبالتبع ايه انت عرفت تلاقي ربط ما بين المشكلة والانسايت في شكل فكرة فكرة دي بتترجم لكونسيبت لاين اللي بيها تبدأ بها تفكر فبعد كده في الاكسكيوش طيب ممكن ماليشة تهيت اون يعني ايه راشونال الراشونال هو علاقة او الحاجة اللي انت عايز تقولها من البرودكت او من البراند وهل هو مناسب للانسايت اللي انت قلته ولا لا هل دا دايما بيكون موجود في كل البريفس ولا ممكن من الانسايت تخش على الاكسكيوشن على طول او كده انا انا عن نفسي بحاول دايما اربط ما بين يبقى فيه راشونال الكلام يعني عشان يبقى قد قدامي دايما انا متفق معك يا كرييتف على الانسايت ده طيب ودتني فجأة الفكرة طب انا فين في حلقة هنا نقصة بس الحلقة دي هي الراشونال الراشونال بيلعب بالزبط في الاخر انا بمهت لكلوينت ان هو بقى خلاص تقريبا شبه متوقع اللاين ده هيروح فين او الفكرة هتروح لفين من الانسايت بالبردج اللذي اللي هو الراشونال اللي يبديك طيب والاكسكيوشن بقى ده يعني في المرحلة دي بتبدأ انت ممكن تحس ان الربط ممكن يجي منين ولو حابب كمان تدي مسأل من يعني بروشكت انت اشتغلت عليه عشان يكون ثلاثة باكتر واللي يعني بيسمعنا ويتفرج علينا دلوقتي يقدر يخش حتى يتفرج على تابع عينه يكون مفيد اكتر من الحاجات اللي حبيتها في وقت كان صعب شوية جي بعد الكورونا دهانت اقولي اللي برهل برحتك دهانت احنا سبونسورت بايا 25 باند فمعد نشط عروض دهانت جيالسي فالجيالسي كان ايه بقى الانسايت بقى كان ساعتها كان قبل الكورونا على طول لو تفتكر كانت الحياة لسه لزيزة ونعرف نخرب ونسهر ونروح ونيجي فكان البيت بالنسبة لنا مش مش حاجة ابتدت تقل شوية وقعدنا في البيت ابتدت يقل شوية ولكن لو تفتكر بعد الكورونا وبعد ما الناس ابتدت تقعد في البيت كتير ايه ده ده انا اكتشفت ان انا عندي مش عارف ايه ما اشوفت اكتشفت انا هوضى بالكورنر ده واخليه يعني فضل الناس ابتدت تكتشف البيت الناس ابتدت ترتبط بالبيت الناس ابتدت تحب البيت تاني فده كان الناس ابتدت تحب بيتك جردو ما انت محتاج عايز تعتف مكان مش لازم كده توضبه ويبه شكله حلو ولونه حلو وانسبريشنال كده ويحاني ها الدنيا حلوة ها فطب مش انت مش هتلاقي احلى من دهانات الراشون على ها الله ينور عليك بالزبط كده فاللاين بتاعك هيوديك لايه هتحب البيت تاني انت بتحب ست نسيته بحكم بقى حاجات كتيرة جدا بقى ممكن يعني فهم انت هتحب البيت تاني خلصت على كده تاني تجي بقى تفكر طب انا لقيت نفسي بسأل نفسي السؤال ده يعني عمرك سألت نفسك كوالي البيت المكان الوحيد اللي بتحس فيه بالراحة طب هو كلام اصلا عفوي جدا هو سؤال سؤال درج ومنطقي وهيجي على دماغ اي حد اذا سؤال فانا سألت نفسي قد تكمل السكريبت في الحتة دي طب فوداني الحتة باري موشنال و بوقت اموث طب انت عشان ده محتاج تترجمه كده فيجوال يبارده محتاج التفاصيل بقى فالتفاصيل هنا كانت مهمة جدا ان انت بتكتشف البيت انت هترجع تاني تحب البيت فانت محتاج تشوف البيت بشكل تاني ومحتاج تبقى مرتاح قوي فيه و LOZM تشوف اشتركوا في القناة، اشتركوا في القناة 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 وعارف انه طبعا الكلينت ممكن تكون انت او انت بتخترق فكرة او بتعمل اي حاجة بيكون هو حس ان هو عايز يشوفها زي ما انت شايفها تمام فلو انت مش حاطة رفرنس ممكن تكلمنا على الحاجات التانية زي المود بورد او الستوري بورد او الحاجات دي وايه اهميتها النهيات تكون موجودة لو انت ملقيتش رفرنس يكون الوسيلة التانية يعني تكلمنا كل واحد فيهم بيفرق في ايه اقول لك على حاجة انا خدت كورس تمثيل اوك اه ليه عشان انا اعرف امثل اللي انا عايز انقلو هتعايشه للكلينت بالضبط ومثلا جبت في مرة كده كان فيه معين عايزينه في الاعلان فعملت صوته قالت صوت فالكلينت قالك خلاص انا اشتريت يعني بغض النظر اصلا كانت احلى حاجة ولا مش احلى حاجة بس هو حس خلاص بنسبك دي شايف ده ايه ده ده هوا وبالضبط ده فخلاص هو اشتريت تمام فالحاجات دي بتفرق اه وبجانب ده التمثيل كمان بيديلك وبيخليك بيخليك مرتاح وانت بتقدم سريع كده في الرياكشنس لو مش اعلم فمفيش احلى من ان انت يبقى قدام الكلائن ستوريبوت هو شايف وانت فيه كلام فده بيأثر المسافة شوية دي حاجة الحاجة التانية برضو ميزت الستوريبوت وانت رايح بيها ان خلاص احنا البرزنتيشن كانت تمام والكلائن شافها بعد كده بيريفيوت مع التيم عشان ياخدوا قرار فمهم جدا ان انت تبقى ديتايل جدا في البرزنتيشن بتاعتك عشان كده بحب اشرح مش كل الكلام مش كل الكلام اللي بقوله في البرزنتيشن بيبقى مكتوب اكتر بكتير طبعا بس انا لا بتكلم باللي انا عايز اقوله باللي انا طالع عايز اقوله الكلام بيبقى كتير بس مشروح في البرزنتيشن عشان البرزنتيشن دي اي حد يقراها يفهمها ده مهم جدا طيب لو هنهت بس على الحاجات اللي ممكن تكون بتاخر بتخلي زي ما انت قلت انت قلت كلمتين هلوين قوي الكلائن تشترى ايه العوامل اللي بتساعد ان الكلائن تشتري اللي الناس تركز عليها على قد ما تقبل بس ممكن الانسائل تبقى حقيقى ممكن حاجات كثير بس عوامل تانية ما تساعد ش طريقة تقديمك شكل البرزنتيشن حاجات كتير فممكن يعني نعدي عليهم بسرعة كده بس على قد ما تقدر خد بالك من ايه وحاول تحضر لايه علشان الكلانت يشتري اه اولا رضاء الام ده رقم واحد يعني فاهم يعني لازم تبقى سائلك كده لا هو هو بص اه يعني رضاء الام اه طب لا هو توفيق ربنا ده جزء كبير جدا هو هي برضو خلي بالك هي عاملة زي كورة برضو شوية انت مرضو انت ممكن تبقى نجمع عادي جدا بس ما توفقتش في المطش صح بتحصل احيانا بتقلش احيانا فهي في الحتة دي ولكن انت محتاج تتمرن كويس عشان تفضل في الطب فورم طول الوقت فبالتالي مش هتقلش كتير بس فانت طول الوقت تعد تتمرن تعد تتمرن بقى على ايه على كل البروسيس تتمرن على ان انت بتغذي نفسك طول الوقت بتتمرن طول الوقت على ان انت بتشوف ايه الجديد بتتمرن طول الوقت ان انت مشغل دماغك طول الوقت بتتفرج وتتفرج وتسمع تفرج وتسمع اي حاجة شوف اي حاجة بس جميل مشغل عشان بس تتمرن بتتمرن صحيح يعمل محتاج تقول مخطنة بس تماما بتتمرن هو المؤمن نهو ومش انت رايح او تعالى بقى روح وارجع تاني ماشي ودي برضو مهمة جدا مش احيانا احيانا الفكرة تشدنا والاكسكيوشن تشدنا ومش عارف ايه يشدنا طب هل ده انت بريف اصلا ولا لا ونبدأ بقى نجادل في الحتة دي كتير ونلزق الوبجيكتبس للفكرة اللي عجباني اه اه فهي فكرة الترقيع مثلا مش احلى حاجة اه اه وفعلا اه الحاجة بقى الكمل اللي بقى الاسبعتها كتير والشروفها كتير ويسعد باتفق واختلف احيانا الجملة دي بالزبط كده لو انا شلت البراند التاعي وحطيت البراند ده هتقول عادي لا طم هو حضرتك ما البيانة على من ايه او اللي سبق كالل نبق يعني اللي سبق كالل نبق وعلى فكرة السبق كالل نبق ده قد يكون انسايت مثلا يعني هو مثل شعبي ولكن فهو خلاص هو اللي قال طلع اللي قال الاول صح؟ شح بس خلاص اه فيه بقى لو انا لو لو باري ديتيلد وفعلا فيه تفاصيل في البرودكت مش هتنفع غير علي بسعية اه طبعا انما لو فيه مثلا منتج معين مالوش مسكة وده يودينا الحتة مهمة جدا البريف طيب البريف اي تريد بيبقى نفسه في حاجتين هو اصلاحنا عمليون زي المحاميين كده الثغرة القانونية اللي هتخش بيها على الزبون طيب هي دي الـ USB او الـ Edge اللي مش هتلاقيه عند حد تاني فتقدر تدني عليه حاجتين مهمين جدا في البريف الـ Objectives و الـ USB لو انت تدتني الاتنين دول انا متشكر جدا انت موضح لي بس من موضح الـ USB الـ Unique Selling Points بالضبط اللي هو العربية دي 160 حصان مش عايف ايه 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 كده هتلاقي الفئة اللي شبهها بالسعر وبالفئة هتلاقيه مثلا 140 حصان فاذا انت تقدر تلعب على 160 حصان ممكن تلعب على فرق 20 حصان وهكذا موضح فدي Unique Selling Point تطلع طيب هتجي تقول لي احيانا الـ client servicing مثلا او account manager او ما تدنيش الحتة دي يبترجعوا تاني تقولوا لا تعالى بقى نحاول نفسس كده او نكلم بقى client برده ونحاول نعصره ولا دي نافت ولا دي نافت لان احيانا ده اللي بيحصل تبدأ انت تقعد وتذاكر كويس قوي ويفضل طبعا ان المذاكرة دي بتجي بتجيلك لحد الماما متفصصة لك كده الكوكو تقدر تصدر تصدر انت تصدر بعيدا عن الـ والي جايلك من 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 تصدر فتخلق في الحتتين دول مهمة وهو هنجب 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 مع يو اس بي سمعانا فيه كلينت ممكن يجي يقول له حاجة تبقى عشان تقادر تلمس حاجة زي دي ممكن تبقى توتك ستانت هيفعل النيو اس بي ولا لقى ان كمبارزن لكمباتتوريس التانين فممكن حد يجي يقول لك أنا بعمل يعني ممكن نلاقي مثلا شركة التاليكم بيتخنق بيقوله أقوى شبكة في مصر أو تلاقي ان في براند بتاعهم بيقول لك أنا عامل أوسع تلاجة مثلا حاجات كده وده بيقول كده وده بيقول كده وده بيقول كده تمام وقتها الكريتب بيتعامل مع الحاجات دي ازاي مش ما هو لو طب سؤال هل الكمباتتور قال قال ده واعلنه والناس عارفة يعني في بعض من الحالات لعينا ان كومن ان ساعات فيه تاج لاينز الكمباتينز كانت تعتبر سيميلر لبعض شوية بس يعني بدل ما تتقل أوسعه بقى تتقل أكبر مثلا تمام فعشان كده بس يعني بس أل وقتها الكريتب يتعامل مع حاجة ساعتها سأقول لك على شيء. سأدور على أجر ثاني وحاول أقنع به وبرغم أنه المفروض أنه يبقى مذاكر الكمبيوتر كويس فيحاول يدور على أجر ثاني عشان يعدي من الزنقة دي ما هو أنت دلوقتي المختلف أو اللي بيعمل حاجة جديدة بيباني فأنت أول شيء محتاج أن أنت تتعاون معه في أن أنت تحاول تتعاون الكمبيوتر نرى واحدين ثلاثة وفي الأرقام وبالدلائل فبالتالي تعالى نشوف من الـ Point of View دي مقتنعش نرى تناول تاني للموضوع بطريقة تانية من الـ Point of View دي أكيد سوف ندور ونلاقي بس فديها تبقى حلها بطريقة التفاصيلة المياه أبركلي يعني ما محبتش الحتة دي ما لقيتش نفسي ما فهمتش أنا تمام طيب اللي أنا بعمله كالتالي بيجي البريف أقرأ مرتين ثلاثة أربعة خمسة يعني أقفل أفتحه ثاني أقفل أفتحه ثاني أقفل أفتحه ثاني كتير جدا وعد أذاكر هذا البراند برضو أشوفه عملي مش عارفية كده بخلق أو بحط في دماغي البراند وشخصية هذا البراند وحيات كتيرة كده بتسهلي بعد كده أو قد تكون مش بتسهلي بس بتدخلني في المشكلة أو المود أو أو البريف أي أن كان بس وقفل وأبدأ بقى أسرح أسرح دي بقى أتكلم نروح نلعب متشكورة أو أتفرج على أي حاجة أو تخد دوش 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 أو في العربية كتير جدا أو تخد دوش أو تخد دوش أو تخد دوش والأوحش بقى لما تفتاق يعني في حاجة جامدة قوي يعني جت في دماغي وانا نايم وما افتكرتها وما كتبتها كارثة فالمهم دي 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 كده البروسيس بالنسبة لي بعد كده بقى في حاجة بقى في حاجة بقى في حاجة نقدر بقى ساعتها نتكلم فيها فلو احنا جروب طيب ماشي انا والله بفكر في واحد انا طيبة، والانت بتفكر في كذا كذا ندايب percent ideas و طب ما رأيك لو عملنا كذا طب ما رأيك طب ما عملنا كذا وتجبر.وكي. بس الطالع الأولانية�로 لتجبر. مشظ counselors mucho. بس أصد البرينستورمين يحصل وقتها بطريقة ثانية في المرحلة اللي هي المساعدة ليس الأورانية والذي يجعل القعدة تبقى قعدة تبقى. أنا فاكرا ما عدت معك زمان لسه طفل لسه بنبدأ وكده أنت كنت جاي تساعدنا أنا وعلوي يعني وإحنا لسه في بداياتنا وكنا ببراينستورم. وانا يعني إحنا موجودين هنا نهاردة بسبب مساعدة حدثك. لأ يعني أفاكر أن أنا وقتها كنت بتكلم بعفويتي بقى واحد لسه مش فاهم يعني مش فاهم قوي بقى وكده فمسلا أنت تقول لي تقول لي فكرة أقول لك بس أنا حاس الفكرة دي مثلا ممكن تبقى مش حلوة في ده أو أنا حاس إن ده في مشكلة في الحتة دي. أنا حاسك وبرد عليك في ثانيتها. تمام. فممكن تتكلم المفروض أنه ممكن قول أداب القعدة دي أو اللي بيخليها وفروض في تبقى عاملة ازاي عشان نعرف تصل بنا على حاجة. لو كل واحد مطلع مكتنع به وجايين كل واحد عايز يلطش في الثاني بزبط. طيب كل واحد جايب فكرة كل واحد جايب وكل واحد بيحارب على فكرته حقك. طيب هنعمل ببساطة شديدة. لو إحنا مقتنعين إن إحنا وان تيم فده هيسهل حاجات كثيرة قوي. قوي. إن إحنا أهم حاجة ننجح مع معا. زي كرة. كرة ما يفي فلو إحنا متأكدين ومقتنعين تماما إن إحنا وان تيم فتق تماما إن إن إنه سينجح أي فكرة مين سيطلع بيها. ماشي؟ لأن أحيانا ما عدت ما ماشي. راح نباعنا بعدين. أو راح تباعت أو راح تباعها وما تباعتش أو العكس. عشان كده برضو دي وديني الحتة برضو مهمة. لو انت تيم يفضل. أنا ده برضو تجربة شخصية بحب دايما إيه حتى لو أنا عامل الفكرة وكل حاجة. بس لو في حد معي لا يخش معي. ليه بصراح. أفريد الكلاينت ما تقنيش. أحبنيش. أنا أخسر. لا وأنا عايز أكسب. تاني شيء؟ طب وحب الزميلي اللي جنبي. لا بالعكس. يبقى خليه هو ياخد يعني يفهم لأنه نباصي لبعض الكوران زي ما بيقولوا. فبالتالي ممكن الكلاينت ما ما يقيمش الفكرة. ما يقيمش الفكرة بالشخص اللي قدامه. فدي برضو حتة برضو مهمة. حتة ان انت لما تيجي تقدم خليها معاك حد واتين وثلاثة وياخدوا يدوا كده. ففي الآخر هتكسر الرتابة. وفي نفس الوقت لو فيه حتة اللي هو أنا استغلست الرجل تها ولا لأ فتمام بنتعديها. فارجوعا تاني البرينستورمي. سريعا يعني. فخلاص انت كل واحد فينا بيبدأ بيتكلم وبنحاول نطور او نجيب اخر الموضوع ده. فلما بيطلع منه الاخر فلا خلاص بيتولد حاجة بتتولد فكرة يعني. طيب لو هنيجي نقول بعد كده. والحتة دي يعني رأيك بالنسبة لي فيها مهمة جدا علشان توضح لناس كتير. لو فعلا هجي من كتير وقعدنا كاتيم واحد وكل حاجة. والانسايت اللي انت كنت جاي بيه. في الآخر حسنا ان هو اكتر حاجة صح. وممكن نكون بنتكلم ان هم احنا عادين براينستورميج وروحنا بفكرتين. اتنين مقتارفين من الموجودين. واحنا كنا خمسة قعدين مع بعض. كلنا قعدنا ومش عارفة ايه وكل حاجة. وروحنا باتنين واخد الانسايت اللي انت كنت جاي بيه من البيت ومفكر فيه والحاجات دي كلها. هنا الكرادت. بيتقال لمين? بيتقال للمطلع الانسايت ولا بيتقال لتين كولاكتيفلي ولا بيتقال لايه بالزبط? اه انا بس بسأل السؤال ده ليه? لان في ناس كتير قوي. في المراحل زي دي. لما بتكون هي مطلع على الانسايت اي حاجة بتقول الكريتب ده بتاعي. بس انا اللي عمله. موضوع ده انا اللي عملته وبينسا الكولابرات. فتاني اللي ممكن يكون بيتقال فيه ده يعني هي وجهة نظر صح ومكتبة وجهة نظر غلط. فيعني انا حابة بس مع رأيك في الموضوع ده. انا رأي ان ربنا مش هيضيع حقك. وبالعكس انت دايما. وعلى فكرة كل حاجة بتتعرف. وعلى فكرة كل يعني لو لو الكامتين دي سماعة جامد. لأ المهتمين هيجيبوا تفاصيل التفاصيل. يعني فهم. وخلاص ما قال فيد كله عارف بعضه والدنيا الأصدر من كده وأبسط من كده يعني. وأولا فعلا وأخيرا هو فعلا يعني المتأكد من يوم في المياه ان انت حقك مش هيضيع يعني. فمش معنى كده يعني ان انت لو عملت حاجة ونصبت لغيرك فانت تسكت لأ يعني بس هو في الآخر في تيم ترمى قعدته قاعدة واحدة وانت مش شغال لوحدك وانت مش شغال لوحدك لأ يعني. مجبود ينسب للتيم. مجبود بالضبط. لان السؤال ده بيتسأل لنا كتير. صح اكتر فكرة عقبال فيهم. اه من الكلاينت. انت ايه اكتر فكرة لا هما كلهم. كلهم ولد. كلهم ولدنا. فهم. فطبا انت مقتنع تماما من جواك ان هما كلهم ولدنا فلازم تزقف ده. صح. صح. اوكي. اه لا وان هنا برضو يعني عشان برضو اوضح ما كانش قصدي ان الفكرة. ما تنسبش ليك. تمام. انا كان قصدي ان الفكرة في الاخر بتنسب ليكو. فانت انكلود. تمام. اه فهنا يعني بس لما تكون بطالع انت بتتكلم عن الفكرة. هل المفروض تكون بتطلع تتكلم عنها بصيغة فردية ولا بصيغة جماعية. احنا كتيم عملنا ولا بصيغة بصيغة جماعية. هقولك ليه لان لو الاكاونت ما بصليش بريف متأستك. فبالتالي انا مش هعرف اطلع حاجة. طلعت فكرة وفي كوبي رايتر ابن الذي نداني كلمتين كده ودوا الكوبي في حتة قد يكون احيانا احيانا البيع بتتباع بسبب كلمتين تلاتة هما دول هما دول وبعد كده نبدأ نريفزت تاني اتاني او قد يكون انسايت او قد يكون قد يكون ماستر فيجول او كي فيجول حلو هو الارت ديركتر بصهاولي. فهاي في الاخر احنا وانطيين. ونفضل كده حسنا. حلوة. طيب أنت جاي برضو من الحتة البصرية كأساً Art Director والكريتف الآخر بيكون فعلاً فيه lines لازم تكتب taglines لازم تكون سمارت حاجات كتير لازم تكون موجودة علشان الموضوع يكون complete في الاجنسي بيكون فيه تيم بيكملك. وانت كماجد جربت ان انت تطلع كريتف كجزء من الاجنسي وجربت از افريلانسر. ايه الكواليتيز اللي لازم تكون موجودة عند اي كريتف لو هو بيطلع الفكرة عشان لو كان محطوط في موقف لوحده يبقى عارف يتعامل. ماشي افاهم اصدق. هو بس الفكرة ما بين الفرق ما بين الارت والكوبي. هي بس حتة ان الارت فيها حتة فيها حاجات كتيرة شوية تكنيكل خصوصاً في استخدام البروغرامز كان فوتوشوب وإللستريتور بتاع عشان تقدر تشرح الفكرة وتقدر تشرح اللي انت عايز تقوله. في حين الكتابة برضو صعبة مش سهلة خالص. ولكن انا وجدت لنفسي او اعملت طريق كده لزيز جدا وهو اللي على لسانك قوله. او اعملت طريق كتابة عادي جدا بقى بيطلع منه حاجة عادية جدا طالما انت عندك حاجة عايز تقولها. بس اي حد هيوقع في مشكلة ان هو اللي واحده او مش مشكلة. لقى نفسه لوحده ككرييتب. لا محتاج يبقى عنده التولز دي. قد يكون بس الارت لو هو داخل في البرزنتيشن وفيها حتة ارت وبتاع بلاش. لا خليها اعتمد على الحد. خليها اعتمد على زميل كده او حاجة. عشان بس البرزنتيشن تبقى متقفلها حلوة. اوكي اوكي. ويعني من الحتة دي برضو عمتا بيتقال. يعني او انت ممكن تكون مطلع فكرة حلوة او كل حاجة. ايا كان ايه الكمبوننت سواء ككتابة او كارت او ككده. او كتابة او كتابة او كتابتها كانت ضعيفة شوية. او كتابتها كانت تحس ان انت شفتها قبل كده سمعتها قبل كده. فاصد يعني ايه ممكن نقول ان الاسيك كواليتيز هي ان انت تكون بتعرف تفكر. تكون انت عارف توصل بتاعتك بشكل كويس جدا جدا. ربنا كان موفقك وانت شاطر في كتابة اوى. فعرفت تكتب الكتابة حلوة. ربنا موفقك في جوس الارت. عرفت توري الجوس الارت حلوة اوى. لقيت نفسك مزنو فيه. يعني حتى لو انت حاجة جرب تستعين بحد في الحتة الصغيرة. مليون في المية. اتزنقت ميل على جنبك على طول. يعني ما يعني. اه لان احيانا احيانا كتير جدا كمان الحاجة الاسعب لما تقفل. او مرحلة الشك. هل الفكرة دي حلوة ولا نص نص ولا ايه. فساعتها لازم تستعين وتسأل كويس قوي. وتبقى متأكد مليون في المية. اللي انت رايح به ده تمام. وده ميزة برضو ميزة التشيك بوينت. وانت برضو انت انا تعلمت ان انا طالما بعت. انا دخول الميت. او المأت للميزة التشيك، انا كده تمام. لانه هو والث من الناس بالنسبالي. فلو ههو تمام، انا ببقى مرتاح داخل مرتاح كويس. حسيت انه شكي لحد ما كده ينتبني الثيكة. طب لو هنيجي نقول ان في فكرة انت حاسسها حاسسها عارف ان الفكرة دي هتجيب بون وانت بس عايز تقعد مع كلينت عشان تقول هالو بس جيت تحكيها للكريتف تيم معك ما لقيتش نفس الحماسي انا قولك هي حلوة بس ان مش حاسينها قوي او ما تدوكش نفس الحماس اللي انت حاسه بشكل كبير وعندما رأيت كلينت سيرفزينج قالك يعني ما عنديش مشاكل معها هي مش بتخليني خيش مع الكلينت بس برضو مدكش نفس الحماس ده تعمل ايه وقتها تتراجع ولا تقول انا متأكد من فكرة دي واعرف من فكرة دي هتخدم الكلينت صح فكمل اه سؤال ايه ده بقى اه لا احتمال كبير احتمال كبير اه هقول لك انا بقى السيناريو المزبوط تروح تطلع فكرة تانية بس تتخلي دي معك اوكي 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 ماشي اه يبدأ كده ايه الحتة الصحة او الحتة السيف وكل حاجة طيب اسألك بقى سؤال مهم السؤال ده يعني لما ابتديت في الفيلد كنت دي مع مسأله نفسي كل يوم الادورتايزنج غير بقى الانسايد والراشونال ما بين البراند والحاجة ربط ان انا اقترح سيلابرتي او انفلوانسر هنحسه مناسب للكافي ده بيجي ازاي لان انا ساعات يعني او انا لغاية النهاردة بنبهر من علاقات متخلفة ماناش عراقب بعض بس بتبقى فكرة في الجون بتوصل ان حاجة حلوة جدا بتحصل البروسيس دي بقى بتيجي ازاي اختيار السيلابرتي مزبوط اختيار السيلابرتي اللي انت حاس ان هو مناسب للبراند مناسب للانسايد ريليتبل للناس اللي بتتفاق بس كده انت جاوت مانا فاهم بس ازاي تعرف تروتها تعرف توصل دي ازاي ما هو برضو خلي بالك في الاخر اول حاجة السيلابرتي لازم ما يبقاش محط شك كده وعلي مشاكل كتير يعني لازم كده يبقى الراجل فلة طيب دي حاجة مهمة الحاجة الثانية انت بتشوف برسونا البراند ده هو اعتبر البراند بتاعك ده شخص وفي المقابل للسيلابرتي ده شخص هل هم شبه بعض لو شبه بعض انت تمام مش شبه بعض هتدأ تفكر هل انت قاصد ان انت تجيب حد اصلا مش بعيد تماما عشان يقولك ايه ده 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 ليه على ده ولا انت عايز انت طالب ايه من من السيلابرتي هل هو براند امبسادر ولا انه هو صاحب المشكلة ما هو برضو على حسب الكمسيط واستخدامك للسيلابرتي ما هو ممكن هو اصلا يبقى صاحب المشكلة والبراند ده هو اللي حلها وممكن يبقى السيلابرتي هو براند امبسادر وممكن السيلابرتي يبقى معدي يبقى السيلابرتي هو على حسب برضو الفكرة هتوديك لفين واستخدامك ليه اوكي بس الادورتيزنج ساعات وصل ان في سيلابرتيز في يوم من الايام كانوا ترندي جدا كانوا موجودين جدا جدا على الساحة والناس قعدت لمدة عشرين سنة ما تسمعش عنهم اي حاجة وتلاقي مرة واحدة واحد كرياتي في مكان ما يلنك ان الشخص ده ان من عشرين سنة بقى موجود حاجة زي دي تقدر تسلت الكلينت ازاي انت كيف تتكلم معنا واحد هو اخر مرة سمع عنه حاجة كانت من عشرين سنة بس انت حاسس ان الشخص ده شخص مناسب جدا للكامبين دي وهيبقى سبب النهاية تنجح حتة الكمباك عملا احنا احنا هنا بنحب الحتة دي اللي هو جيه في البلاس تسعين والحتة دي مهمة اوي والريمونتا ده وكده بيبقى فيها دراما فيها اثارة فهي برضو بالزبط كده زي زي نجوم في الغنى وفي التمثيل اختفوا وجيه عمل كامباك اهنية في الثانية في الثالثة دراما صح انت هتحبه اكتر من مكان وهتسمع الاغنية دي والتراك ده اكتر من الطبيعي فهي هي نفس الفكرة لو انا استخدمت واحد في التلاجة وطلعته وطلع في اعلان لا يعني الكمباك دي حتة الكمباك دي دي مهم دي بتكسب كده كده هي متقيفة على الشخص ده السيليبريتي ده فقط دي اكبر غلطة تعملها في حياتي لان السيليبريتي ده ممكن اصلا يبقى مسافر ممكن يرفض ممكن في مليون سبب مليون سبب يمنع هذا السيليبريتي انه هو يعمل وده شيء طبيعي اولا انا ما بحبش الافكار المبنية على السيليبريتي انا بحب احط الفكرة بعد كده ما تيجي نحط الشيري اون طوب الا اذا لو البراند اصلا ماضي مع السيليبريتي انا بقولك اشتغل معي اه 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 نبني ده ليه لان احنا ضاملين ان احنا نصغر معاه او ان الكرياتي مثلا مناسب جدا ليه او قد يكون هو صاحب افه شهير انا محتاج هذال شخص في وهكذا لأسباب كثيرة هستخدم هذه ها هو كان يهي السؤال ET Oh Uh في الاخر هو يفضل ان بفينte لنفس الشخص بنفس into the persona بنفس كل حاجة اللي الهو لو انا يزال تأتي durch ده هينفع. طيب بتتعامل ازاي مع ممكن ما يبقاش سهل. في الفيدباك بتاعه رغم ان انت فعلا يعني اعونتوا كلكم كتيم. لما عدتوا مع بعض عارف بقى فليتوا البريف. احكيتوا من الفكرة بتاعتكم مناسبة جدا. مغطيها كل حاجة. بس الكلايند مش شخص سهل. البيع عليه مش سهلة. بتعرف تقنعه زي. طب سؤال اشترى ولا ما اشتراش. ما هو ده بقى جزء من الحاجات اللي انت ما تبقاش عارف تعملها قوي يعني عارف له ايه. هو واقف صعب اقنعه. صعب اقنعه ها? هعمل له ايه? هعمل له ايه? طالما هنعمل علينا وبيعنا قوي قوي. او يعني ويبريزنت قوي يعني بستراتيجي قوية ببريزنتيشن تمام بافجار حلوة جدا. يعني هنعمل له. طب هاجب 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 بطريقة. اشترى. 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 اقبط البته. طب حلوة قوي. احنا احنا اريد ان اقعر الحتة دي وشايف بس اللوكيشن ده اقعره. ودي اعزينا في امرة واحدة هو مفروض ان انت كسبت البتش اه هو اقعر لك الكونسط. احنا هنا نبدأ نتخانق. اه يعني يعني بالورقة والقلم كده انت عايز تعمل ايه ومشاف هيه وكده فبنوصل يجب أن نصل الـ middle ground وبصراحة شديدة أنت بيبقى عندك objective هل أنت عايز تطلع أحسن أنت عايز تطلع أحسن creative ويسل وهكذا وفي نفس الوقت هو عنده عنده وعنده حاجات الحاجات من الممتلات حروف الكتيرة وعايز يحققها فأحنا لازم نوصل لحاجة في النص اللي بيها يبقى هو مبسوط وإحنا كمان مبسوطين بص في حاجات ينفع تتغير عادي برضو في الآخر هو مش مش حاجة مش قرآن يعني وفي نفس الوقت في حاجات فعلا مش هينفع تتغير وبرضو هنا لو أنت عديت المرحلة الـ approval ودخلت مثلا في director's treatment وهكذا فبيبقى في نسبة إقناع أكبر بكتير فبالتالي لا أعتقد الدنيا بنوصل لحاجة بنوصل لحاجة نسبة إعلانات نجحة كثيرة جدا 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 وانت لسه صغير فكرتك حلوة وكل حاجة بس في الرهبة دي تحضر نفسك ازاي عشان تبقى ماسك نفسك فكرتك ممكن ترهيرس مرة أو مرتين وقبل هذا انت محتاج تبقى مليون في المية متأكد من الفكرة وتبقى واثق فيها ومؤمن بيها لو كل ده انت متأكد منه وخش ولا يهم كمان طيب بالعكس انا بشوف احيانا بصراحة الكيس دي لا الكلان بتقدر جدا الشباب او الاجنس المكتهدة الصغيرة بالعكس هنتنقل لمرحلة الكرياتيف بيبقى متخيل اكسكيوشن معين ومتخيل حاجة معينة ممكن تكون بالتعمل وكل حاجة وبعد كده بيبدأ انه هو يديها للمخرج المخرج بيعمل تريتمينت كلمنا الاول على مرحلة التريتمينت ما بين الكرياتيف والمخرج وايه اللي انت بس بتكون مستني من المخرج عشان تحس ان انا اوكي ايثنك ان انا مقتنع باللوه بيقوله وموافق هيعمله بالشكل اللي انا متخيل ان هو هيطلع كويس به اهم حاجة ان انت تبع عارف الدركتور المناسب على البرداية المناسبة يعني قد يكون مش هو ده قد يكون احسن وحد في الحتة دي بس مش في الحتة دي بس هو شاطر جدا معروف جدا ومحبوب جدا بس انت شوف البرداية بتقول ايه وفي انهي جنر من الدراما عن مثل هل هي كاميدي طب الكاميدي فارس ولا هتعمل ايه ولا انت رايح جد ومحبوب جدا كل واحد وبقى متخصص كمان في البرداية الكبار اللي عندنا يعني فيه تنوع كبير جدا يخدم اي لفكرة بتاعتك وده مهم جدا اختيار المخرج بيحصل مكالمة بتشرح فيها كده كده التريتمنت بتتجيله بيحصل مكالمة كده بتشرحها كما انت شرحتها تقريبا لو في اسئلة بتبدأ تطلع للمخرج او عايز يقول حاجة او بعد ما قرأوا بنبدأ ندسكوس وبنوصل برضو لحل بس وخلي بالك كل ما بتشتغل كل ما بتربطك علاقات بالمخرجين فببقى فيه تمام طيب على النقطة دي بس هل مش بتحس فكرة ان الممكن لو احنا شايفين ده المخرج المناسب للحتة دي لو هي حاجة عامة في فكرة ان لازم يكون عمل حاجة زي دي قبل كده او عمل الستايل ده قبل كده عشان اختاره وممكن يكون المخرج الشاطر في الاخر هو مخرج الشاطر بس هوا اول مرة يجيلوا فالحتة دي المخرجين يقدروا يعملوا فيها ايه والكرياتيفز ازاي يكونوا قدر اقول ايه يعني مارينين ان هما يكونوا بيسمحوا لحد انا يعني انا ممكن اتكلم عن حاجة مثلا على كلينت سعيدة انا مرة عادت مع كلينت ناعد معي عجباء وفكارنا جدا 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 يسئولي لازم تكون عملت حاجة افم سي جي قبل كده وانا ما عملتش قبل كده يعني ايه نفس الحكاية ساعت بتكون ما بين الكرياتيفز و المخرجين انا شايف ان المخرج فعلا والله شاطر الولاد مجبود عمل حلو جدا جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله ايه النوع ده بالذات ما عملوش قبل كده ما هو عمر ما هيعمله غير غير لما يعمله غير لما يعمله غير لما حد يدينه فرصة هي فكرة الفرصة بس يعني هي للأسف هي فكرة الفرصة اي حد شاطر هيعرف يعمل اي حاجة اه انا مؤمن جدا بالتخصص ولكن يعني مثلا رجوعا تاني بس سريعا انت المفروض بتبقى عارف وبراندنج ولكن انت متخصص في الحتة دي نجم في الحتة دي انت بتتميز فيها جدا فكذلك المخرجين وكذلك فعشان كده لو هو ما عملش ده بس انت مؤمن بيه او انت شايف ان هو ممكن يعملها لأ وليه لأ وبعدين اللي بيحكم بقى بصراحة شديدة بينك وما بينه هو التريتمنت دي البجن بتاع فهل هيعرف هل هيعرف لحاجة؟ والله انت ممكن تشتري التريتمنت هيا طيب حلو قوي قوي اكلمني اكتر عن علاقة بقى ما بين المخرج والكرياتيف او انت بناب جمده؟ لا يعني بيبقى في الاول مثلا بيشرح لي كده بشكل عام هيعمل ايه في اليوم او هكذا وخلاص بيسيبه يسوق طبعا تماما طبعا تماما طبعا تماما طبعا تماما فبنسيبه الموضوع تماما انلاس فيه حاجة مثلا تم تيجي نعملها كده او وجهة نظر انت عايز تحققها او حاجة بقى كله بالاتفاق لان الميزة برضو في المخرجين ان هما بقوا مطلعين جدا وكرياتيفز وفيه ناس كتير منهم من باكراوند كرياتيفز فتماما يعني الموضوع سهل يعني فيش مفيش الكنفلكت العنيف نظرا لان بقى فيه نسبة مخرجين الفترة دي من باكراوند كرياتيفز فمتفقين يعني طب عشان الديناميك دس يبقى صح وعشان الكرياتيفز الصغيرين يكونوا عارفين المفروض يبقى بس فاهم ايه الحدود بتاعته اونست معملهاش عشان ما يحطش نفسه في انه بيدخل في الرول بتاع المخرج وهو مش مخرج هو بس حس انه متحمس عشان دي فكرته فمتحمس جدا فبيلاقي نفسه بيتعدى حدود معينة مفروض ما يتعدهاش فايه يبس ممكن نقول الاتيكايت بتاع الديناميك بتاع المخرج والكرياتير فاهم قد يكون الكلام مع مع بس 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 مثلا الكرياتير بس 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 هناخد التاك ده وناخد التاك ده ودي احيانا لو الوقت تمام الديبلوماسية بتاعت اللي بتحل السيتيواشن واحد هتبقى ديركتر سكوت والتاني هتبقى لو الوقت بيسمح لده طيب ما جد انت بكثير كتير جدا 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 كنت كرييتف وبعد كده ابتدت فكلمنا بقى عن مرحلة الانتقال من الكرييتف للاخراج والله بص هو اللي حصل ان انا بنزل ساتس كتيرة وواحدة واحدة كده بتحسس وبشوف وحابب جدا ومش بعيد جدا عن الموضوع ولكن خايف برضو هل انا مؤهل هل انا متعلم كفاية هل انا واقف على ارض صلبة ولا هتتهز مني ودائما والديركترس ليهم هبة فده كل ده كان مهم جدا طيب فانا مع الوقت ابتدت عاعات دي ده لحد ما جدت شغلانة كده عندنا في الاجنسي وكانت ولكن المنا tourارات كده لازيزة كنت عافب فيها ديركتر overse Espa ولكن الدكان مستعمله تماما حتى البروديوسر قال لي قال لي الفلوس دي تروح تتعشبها معي طب هنعمل ايه وانا لازم عايز اطلع الحاجة وانا شايف ان فيها حلوة فقال لي تم تعملها انت طب يالله ماشي يعني دي مجدش منك انت مكنش انت اللي بتقول هو اللي اقتراح عليك هي في دماغي هي في دماغي بس عارف انت اللي هو استني حد يقول هالك بس ما تيجي نتعشب مش عايف انا انا ساكت ها بس انت اللي فتحت الصيلة ها طيب فجد كد بصراحة بس ههو الموضوع في دماغي بس مش بس ف فيالله بينا كانوا كان فابريكا في يوم واحد اربعتاشر ساعة ف فتمام احكي لي بقى عن الفرق انت قاعد ككرييتف قاعد عامل كده رجع راسك ورا قاعد جنب المخرج وتاكل فو صدق ولب خدمات بقى قهوة شاي عصير لمرة واحدة انت اللي في الرول بتاع المخرج الجو كان برده قوي وميها ومش قادر بقى اللي هو كده مسؤولية مسؤولية كبيرة جدا هما كانوا كذلك بقولك 5 copies تقريبا بعد اول copy خلاص تمام انت تمام مجدد انت تمام وايجي منك فلا خدت الثقة حلوة طيب انت دلوقتي لما يعني خلاص حد شغال ككرييتف الوقت ده كله بعد كده اخرجت فضلت كرييتف ومخرج مكملين مع بعض وده لغاية النهاردة وفي كرييتف كتير جدا جدا خلاص هو بالنسبة له لما بيبدأ اخرج يقولك انا قلبت من كرييتف الاخراج وانا مش هخرج انا خلاص مش هتلع كرييتف تاني مش هتلع كرييتف تاني فاحكيلي حل انت مع ام ضد وجهة النظر دي او انت شايف انها مرحلة وكمان شوية انا ممكن هوقف كرييتف وهخرج بس لا هو تعالى نتفق ان كل واحد وليه يعني ليه وجهة نظره وكل واحد عارف ظروفه كويس فكل وجهة نظر تحتار انا بالنسبالي انا بحب الكرييتف وعارف ان ايه شغلانة صعبة جدا متعبة جدا متعبة للاعصاب صراحة بس انا بحبها جدا فسلام بقى لما تحب شغلانة انت شغل فمش هتسد للاعصاب للاعصاب بحبه جدا بحب احيانا ان انا اوصل الفكرة الايالها دي شايفها كويس قوي وشايف ان انا اقدر انفزها كويس قوي فليه لا فتعملها اوك واحيانا على فكرة او انا بخرج بخرج ولكن لا فيه افكار احب جدا ان الناس مخرجين تانيين يعملوا لان انا شايف ان هو ممكن يعملها بالشكل ده او بالطريقة دي او ان رايح له والغاية دلوقتي الافكار اللي انت اخرقتها هل كلها افكارك ولا في افكار مكانش بتاعتك وقتها بقى لما انت كنت في الهات دي التريتمنت بتاعتك كنت بتتأكد ان هي يكون فيها حاجات زي ايه علشان في الاخر ايه تكون دي بقى اكتر مرحلة فعلا كنت بتعب فيها شوية فكرة ان انا ابقى متأكد مليون في المية من الفكرة والسكريبت و هكذا عشان اقدر اترجمها لتريتمنت فكان فيه مثلا مكالمات مثلا كتير او كده لحد ما اوصل للكونسبت اللي ابدأ اشتعل عليها تريتمنت اوكا والتريتمنت المفروض التريتمنت الكويسة انت كحد كريتف سنين كتير اوي 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 اوكا اهم حاجة النقط المهمة اللي مفروض تكون موضة في التريتمنت تكون ايه علشان الكريتف يشوفها و علشان الكلينت يشوفها فيقولوا تمام ده اللي عجبنا عايزين نكرامل مهمة اوي في التريتمنت ان هي تبقى الى حد كبير هي شرحة انت هتعمل ايه او الكامبين بتاعتك او الكامبين بتاعتك او الكامبين بتاعتك او الفيلم بتاعتك انت تعمل فيه بقى بقى ستوري لين البداية والنهاية وكل حاجة تفاصيله لو فريم باي فريم يبقى ريت طبعا مليون في المية الموت بشكل عام انت عايز تودي الفيلم بتاعك او الكامبين السلماتوغرفي وده على حسب اصلا انت هتودي الموضوع لفين كدراميا وكاحداث وكباس وكتمبو وهكذا كل التفاصيل اللي في الاخر تفهمني انت كديركتور هتعمل ايه فانا اكون متطمن وهل ده بيمد اللي انا بيعطها اصلا ولا لا فبالتالي اكون متطمن جدا لان التريتمين دي لما توصل الكلاينت هو تمام بيها اوكا اوكا طيب لما بتكون محتاج تذاكر بتعمل ايه المذاكرة دي حاجة مهمة جدا اه فزي ما قلتلك قبل كده ان انا بحب جدا اتفرج على اي حاجة وكل حاجة اسمع اي حاجة وكل حاجة الى حد كبير يعني في جانب طبعا اونلاين الواب سايتس الشهيرة الكتيرة المعروفة وفيه بقى الشارع يعني وما فيش احلى من الشارع عشان كده حتة المصادفة بقى ناس كتيرة جدا اعمل عشان كتيرة جدا اعمل 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 سواء انت كرياتيب او انت مخرج ما انت لازم ان تتغذى بحاجات عشان تقدر تريليت ولو انت في حاجة معينة انت مش حاسسها وانزلت عملت عنها حاجة هتحس ان في حاجة نقصة بس فا او هتحس انها متلزقة او تحس انها بشكل ايه مستنعة بصراحة عشان انت شفتها في شكل صورة من على النات عشان كده زيما اي مشوار غريب كده بحب اروحها ان شاء الله حتى سوق الجمحة يلا تعمد روح نشوف كده ايه اللي بيحصل مش عارف ايه حاجات مهمة طيب ماجد بيطمح لايه لسه بان هو يكون بعميره في الفيلد ده يعني ايه دريم بروجيك بتاعك مش مش دريم بروجيكت معين اكتر ما الراضي جدا على المشوار حتى الان ولكن محتاج اكمل اكبر محتاج اكبر اكتر محتاج قد يكون ناس تتاثر بي اكتر يعني دي دي حاجة مهمة جدا كمان انتي قام انتك واحد يمكن انت Thank you لو جينا بقى على النقطة دي. الجوائز مثلا في الاعلانات. هل ده حاجة اي كريتف من فوتيكون بيتمح لها؟ اه طبعا الجوائز جوائز مهم جدا. انا مخدش ولا جايزة. خلي بالك الجوائز دي برضو ليها ليها معينة وليها ممكن تخش في السنة اللي انت كنت شغال فيها على البروجيك ده ما دخلتش انت في وهكذا. فما صدفتش ان انا حصلت على الجوائز. بس انا بس الاقصده في الحتة دي. مش معنى ان انت ما حصلتش على جايزة ان انت مش كريتف شاطر. هي يعني ادت فاليو. هي ادت فاليو. لكن في الاخر يعني اقصد. وانت بتعمل الفكرة مش بتكون بتعملها عشان انت عايز تاخد جايزة. انت بتعمل الفكرة عشان دي المناسبة للكلينت. ولو كثبت جايزة فده بقى ادت فاليو بقى حلو جدا. بالزبط. ما هي افت داز نوت سل فاتس نوت كريتف. فممكن تبيع جدا. بس ما تاخدش جايزة. وهكذا. ماشي. طيب لو هنتكلم في الفشل. هل ما يجد فشل كتير. وممكن يكون نوصل في الفشل بتاعه في الجريني بتاعه. ان هو حس ان هو. انا حسنا مش خطر. ومش هكمل. اه. جدت حصلت مرة. اه في الاول في البداية اه عملت انتروفيو. فقال لي اللي كان بيعمل معي الانتروفيو. قال لي ما هتشوف شو بالانة تانية. بجد. اه يا اه يا اشوف كنت انت خريجي اي اي اه انت اتباعه اه. انا اشوف مطبعه. اي اه كده يا. فمسي. فاااااااا. فريد اسم ارى. اه. اي اي اعجز شوف اسم الشخص يا. اه تمام. احيانا بتحصل. او او يعني. خلي بالك ما هي برضه رجوعا تاني هيعمل زاد كورا كده اللي هو ايه عارف انا شايف الولد ده بدا هيبقى نجم ده تعالى نصفره بره مصر ومش عارف وفيه اللي بيشوف انه لأ هو العيب عادي فهي احيانا ازاي انت بقى بتستقبل ده خليك بارد يعني وخليك وثق من نفسك جدا ما تتهزش لو انت واثق من نفسك وواثق من الحاجة اللي انت بتعملها وانت فعلا عندك حاجة تقدمها ولا لا نفسي طور عمري اشوف نسبة النجاحات اللي حصلت اللي حصلت بعد ما تقال لها جمل زي دي ونفسي شوف نسبة الناس اللي ما كملتش فسبب انت قد لها جمل زي دي لان لان طبعا ما فيش حد عدة في اي فيلد غيرا ما تقالت له حاجات زي كده بس فيه ناس كررت ان هي ايه ما تكملش وفيه ناس كررت ان هي ايه تكمل فرق فبقى نفسي طور عمري اعرف النسبة دي عاملة زي دي بس الاكيد ان ما فيش حد شاطر وما فيش حد احنا شوفنا الشغل بتاعه وابقينة عارفينه كل حاجة غيرا ما تقاله جمله زي دي في مرحلة ما اه 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 واضح ان هي كام بس مستفزة تستفزك ان انت تطلع حاجة بس طيب لو اتكلمنا على يعني اسمنا اسم البودكاست اتكلمه 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 ا فده مهم جدا ان انت ترد ده يعني لو انت تعلمت حاجة لا محتاج ترد قدامها بكتير يعني طيب ولو ماجد ممكن يعمل منترينج لحد ممكن يكون ايه الصفات اللي يدور عليها في الشخص ده اهم حاجة ان هو عايز يتعلم لان بردو خلي بالك فيه حاجة بردو بقيت مهمة وشايفها باترن كده معينة ايه هي ان الناس عايزة تتعلم وهي قاعدة لا قوم تحرك اسعة عافر كل المعاني الجميلة دي والله دي بحقيقة مش هزهر ممكن كنت افضل في الارت والله ومرتاح والدنيا فلة وبرواح من البرواح ستة بس لا انا ما تيجي نشوف دي بتتعامل ازاي طبا هوا لازم تخلص ده الاول فكنت لازم اخلص ده عشان اعمل ده انما بقى فيه يعني مش كل الناس طبعا ولكن بقى فيه نسبة كبيرة خلاص انا خلص ده بقى يعني شوف حياتي برا فانا لا يعني لو عايز تعمل حاجة لازم تسعالها تتعب عشانها لان الفرصة بقت صعبة وتقسها ازاي حاجة زي كده لو حد جاي بيقول لك انا عايزك تبقى المنتور بتاعي بيبان لا 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 هو بص بيبان انا عايزك تعلمني طب ها هتعمل ايه يا فهم لقيته بيحاول ان شاء الله حتى بيطلع اي حاجة بس بيحاول لا لا هاخده من يد وهم هاوي محاولة اوكا حلوة طيب ويعني اخر سؤال بحب اخدمي انهيبي الحلقة لو هتقول حاجة لنفسك وانت لسه بتبدأ بقى خالص وانا لسه ببدأ اه بعد ما كررت ان انت حس ان موضوع البرينتنج ده مش مزاجك وانت بتيت تحس ان انا لا انا عايز اعمل حاجة اكتر من كده بس لسه تايح وما تعرفش ايه اللي هيحصل وما تعرفش الكرير بتاعك هيمش ازاي بس انت دلوقتي حالا قاعد مع نفسك في الوقت ده تخلص من مرحلة الشك حاول تتخلص من مرحلة الشك بدري عشان الاحساس ده والزمن كل ما هو بيتول كل ما هتوه اكتر وخليك متأكد من الحاجة اللي انت بتعرف تعملها واللي انت حبيبها فكل ما قصرت الوقت في مرحلة الشك كل ما انت متأكد ان انت راح في المكان الصح جدا جميل الصراحة اشكرك يعني انا الحلقة دي فعلا كنت قصد فيها قوي قطتش معك على نقط كتير قوي 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 في الكرياتيف فعني شكرا انك استحملتني وعاد تتعدي معي على نقطة نقطة عشان توضح الناس كتير من اللي لسه بتحاول تاخد الستابس في الحتة دي يعني انا بالنسبالي بيرسونلي يعني الحلقة مفيدة جدا جدا فشكرا جدا 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 ليك مجد وشكرا على وقتك وشكرا انك بتشجعنا على سبيرت بتاعة شكرا جدا جدا شكرا جدا شكرا جدا